السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنانا وبناتنا طلبة وطلبات دبلوم تركيبات المعدات الكهربية التعليم الفني التعليم الصناعي مرحبا بكم في قناة التعليم الفني من التلفزيون المصري أبنانا وبناتنا كنا بنشرح في مادة الآلات الكهربية في الحلقة السابقة المولدات التوافقية خدنا في المولدات ودي حنونا من المهدت إلى جدا مادة الآلات ومرتبطة كليا بمادة الرسم الفني وبقية المواد المولدات التوافقية خدنا فيها في الحلقة اللي فاتت أبارة عن تعريف المولد وخدنا تركيب المولد والعضو الثابت وعضو دائر وكمان ميزنا ما بين الجهاز والآلة الآلة هي آلة فيها جزء متحرك وجزء ثابت أما الجهاز كلمة الجهاز تطلق على الأجزاء أو الأجزاء الثابتة زي التلفزيون ما فيهوش أجزاء متحركة أما المحرك المولد في جزء ثابت وجزء متحرك وقلنا قاعدة نقول بالنا إن كلمة آلة يبقى فيه جزء ثابت وجزء متحرك أما جهاز فكل أجزاء ساكنة ارتباطا باحترافيتنا في مادتنا إن المحول جهاز كهرومغناطيسي ساكن اللي هو الترانسفورمان خدنا التركيب العضو الثابت والعضو الداير وخدنا في العضو الثابت يجتمل على الهيكل الخارجي برافو عليكو بناتنا صحيين همت والهيكل ورقائق العضو الثابت وتصنع الرقائق من الصلب السيليكوني لتفادي التيارات الأسرية والمفاقيد الحديدية ثم ملفات العضو الثابت وقلنا هي المسؤولة عن توليد القوى الدفعة الكاربية وتوصل برافو عليكو نجمة ويفضل أن توصل نجمة لعدة أسباب وقلنا عليها كمان خدنا العضو الداير وقلنا من أهم المقارنات لأننا عندنا حوالي أربع خمس مقارنات وقلنا وشرحناها وحفظناها وفهمناها من الحلقة السابقة في العضو الداير ذو الأقطاب البارزة والعضو الداير ذو الأقطاب الغاطسة وعملنا المقارنة حتى بناتنا وأبنائنا الحلقة اللي فاتت هي عمل المقارنة معنا دخلنا بعد كده على خصائص ملفات المولدات التوفقية خصائصها دي وقفنا فيها في الحلقة السابقة عليها ومن أسئلة اللي بتيجي دايما فيه امتحانات آخر العام تعالوا نشوف مع بعض عنوان تابع المولدات التوفقية هنكمل والناس اللي بتتابع على قناتنا في التلفزيون أو على قناة القطاع التعليم الفني في اليوتيوب حضركوا ادخلوا على هذه الأماكن أو المواقع واسألوا لو فيه حاجة راحت منك وانت بتتابعنا إن شاء الله فيه مدرسين متقصصين سواء في قناتنا في التلفزيون المصري أو في قناة التعليم على اليوتيوب هتلاقيهم بسم الله ما شاء الله كلهم ناس أفاضل وخبرة هيجاوبوا وهيساعدوه ليه؟ وانا اقول ده كلام ده فيه الحلقة السابقة في نقطة ممكن تكون غايبة عنك بتبقى موقفاك ومتداي بتدخل على اليوتيوب أو هنا على قناتنا وتبتلي تنسأل السؤال بسم الله ما شاء الله أسد زيتنا وزملائنا الأفاضل كلهم هيجاوبوا عليهم تمام؟ تمام تعالوا نشوف بقى نكمل حلقة المهاردة اللي هي تكملة لحلقات المولدات التوافقية في مادة الألات الكهربية والقايا عنواننا بيقول هنا اسكر خصائص ملفات المولدات التوافقية غريبة شوية ايه خصائص دي؟ تعالوا نجاوب عليها كده مع التلفزيون هنا بالنسبة لنا خصائص ملفات المولدات التوافقية نشوفها مع بعض كده هنا بتقول ايه؟ أولا وجود زاوية وجه بين كل وجه والآخر مية وعشرين درجة بين كل وجه والآخر رقم اتنين يفضل أن توصل الملفات على شكل النجمة هنشرح الكلام ده تاني وهنشوفه مع بعض توصل الملفات في طبقة واحدة أو منطبقتين في المجرى اللي بعد كده هنقولها العضو الدائر وده قلناه بعد طيب تعالوا نقول اللي حتة اللي فاتت دي كويس قوي خصائص ملفات العضو الثابت او ملفات المولدات أولا كل وجه والآخر زاوية مية وعشرين درجة احنا خدنا الكلام ده في الحلقة اللي فاتت ان عندي تلات ملفات لابد ان يكون بين كل وجه والآخر مية وعشرين درجة المية وعشرين درجة جات من اين؟ وإحنا شرحناها ايه الحلقة اللي؟ قلنا عندي تلات ملفات والزاوية الدائرية مقدارها تلتمائة وستين التلتمائة وستين معناها ايه؟ تلتمائة وستين على مية على تلات ملفات تديني كام؟ مية وعشرين درجة طب الكلام ده قلناه اه قلناه وشوفنا فيه الكلام ده بالنسبة لك كويس قوي طب انا لو طلعت المعهد او الكلية وقال لي انا عندي ست ملفات هي مش محتاجة بقى الكلام ان انت عندك ست ملفات لابد ان يكون عندك ايه؟ تلتمائة وستين على التلاتة او على الستة يبقى الزاوية مية ستين درجة يبقى خصائص الملفات عندي بالنسبة ليه الموالد واحد فرق بين كل وجه والاخر في الملفات مية وعشرين درجة تمام؟ رقم اتنين توصل ملفاتي وفضل انها توصل نجمة ليه نجمة؟ انت بترجع لنا ولا ايه يا مصر؟ اه ما احنا خدناها الحلقة اللي فات بوفر نجمة ليه؟ اولا بوفر في تمن السلك وتمن المادة العزلة توصلت النجمة يبقى عندي اربع اطراف الار والاس والتي وفردة الام بي او فردة النيوتران ممكن اخد الار مع الام بي الاس مع الام بي وهكذا اغازي اكتر من طرف بالحصول على اكثر من جهة رقم اتنين ودي عمليا رياضية حضراتكم خدتوها في الصف التاني ضغط الخط في النجمة بيساوي جزر ثلاثة ضغط الوج يبقى هنا الضغط تقلب مقدار خمسمية سبعة وسبعين من الف يبقى كمان السلك قلب مقدار خمسمية سبعة وسبعين من الف وفرت تمن السلك وفي قاعدة احنا قلناها الحلقة اللي فاتت من اساسيات الكهربة جودة عالية وتكلفة قليلة مش كده ولا ايه؟ خدناها قاعدة طب لما قللت السلك قللت ايه؟ المادة العزلة وبالتالي قللت المفاقية الجودة عالية رقم اربعة او رقم تلاتة ان انا انا مروح حط الملفات سواء هنا جنب واحد او جنبين ودي ان شاء الله هندرسها في مادة الرسم فيه اللف خدنا بعد كده الاقطاب البرزة والاقطاب الغطسة وخدنا اسياخ الاخماد ايه هي اسياخ الاخماد؟ بناتنا فازو الحلقة اللي فاتت السبيان اخبرهم ايه؟ طيب حقول السؤال يا رب تتذكر قبل منه اسياخ الاخماد اللي هي عبرها عن ايه؟ هي اسياخ توضع اسفل حزاء القض وتقصر على نفسها من الناحيتين طيب ولادنا علوها عرفنا انها لا تغذب اي طيب خلاص فوس كده تعادلت ماشي بناتوا سبيان تعادل هي فعلا زي ما قال لابننا عبرها عن اسياخ من الالمونيوم او انها اسياخ من الاخماد اصفل حزاء القض وتقصر على نفسها من الناحيتين قفى السنجاب ولا تغذب اي طيب سبيان فاول الحلقة دي تمام فايدتها ملفات الاخماد التلاشي اثار الدفاع لعضو الاستنتاج تمنع اهتزاز الآلة رقم ثلاثة تستخدم كبدأ حركة في المحرك التوافقي وايضا في المحرك التنافري لتحويله من تنافري الى تنافري استنتاج دون الاحتياج الى حلقات القصر طبعا الحلقة اللي فاتت كانوا بناتنا في الصحيين او معانا والنهاردة الصبيان فاقوا ان الملفات الاخماد تجمع ثلاث ابواب تستخدم في الموالدات التوافقية واحنا قلنا ليه ثلاث اسباب وتستخدم في المحرك التوافقي وقلناها من ضمن الاستخدامات وايضا تستخدم في المحركات التنافري اللي هي محركات ذات عضو التوحيد جمعت الابواب كلها ولذلك بيبقى احد الاسئلة الاحترافية بالنسبة لك يقول لك اسكر وظيفة ملفات الاخماد في كل من الموالد التوافقي المحرك التوافقي المحرك التنافري كده بيتبقى مذاكر المنهج بالكاد تمام تمام خلصنا ملفات الاخماد وفي سؤال يعني كلنا حبتلن علل تغزى ملفات الاقطاب في موالدات الطيار المتردد بطيار مستمر بنت على طول جايبين السؤال وحضرتك قلت لنا يعني ايه اللي ربط الطيار المتردد بطيار مستمر صح مرافو عليكم لا امزاكرين علل تغزى ملفات الاقطاب في موالدات الطيار المتردد بطيار مستمر لو انا مش مذاكر او مش فاهم او مش متابع مدرسين الافاضل في المدارس او مش متابع زملائنا الافاضل في التلفزيون هتلقض ايه اللي جاي بالطيار المتردد لطيار مستمر لكن انا فاهم ومذاكر وسمعت من زملائنا الافاضل مدرسين هقول لك اه لتغزى ملفات الاقطاب او تغزى ملفات الاقطاب بطيار مستمر للحصول على مجال ثابت القيمة والاتجاه وقوة دفعك عربية متقيرة الإجابة بسيطة ليه أقولك افتكر بداية الحلقة إذا قطع موصل ساحة مناطيسي منتظمة مش معقولة أحط هنا قطعتين مناطيس بحط ملفات وغزيها بمنبع طيار مستمر طب حضرتك بتقول ليه الأقطاب وليه طيار مستمر دلوقتي حاسألك سؤال هل الموالدات كلها بتضار بآلة واحدة؟ لا باربعة احنا مقرر علينا اربعة المنج السنية دي صح مساقة المياه والطاقة الحرارية والطاقة النووية والطاقة الرياح أكمل السؤال بقى هل كل الموالدات بتتغذى بطريقة واحدة؟ لا كده بقى في طرق تغزي صح هو ده عنوان اللي سليت اللي على شاشتنا الجميلة تعالوا نشوفوا مع بعض مطلعه هنا بتقول ليه؟ طرق تغزية ملفات الأقطاب أو للموالد الطيار طرق تغزية الأقطاب موالدات الطيار متردد منتزم أربع طرق التغزية الخارجية والتغزية النفسية والتغزية المركبة والتغزية بدون فرش لكل طريقة من دول شرح لكل طريقة من دول استخدام ولكل طريقة من دول شروط نقوله التاني التغزية النفسية التغزية الخارجية التغزية المركبة والتغزية بدون فرش طب والأربع طرق دول يا أستاذنا حضرتك والله هتلاقيهم في مادة الرسم بص الارتباط بص الارتباط المواد بتاعتنا كلها جميلة جدا ومرتبطة بعضها هتلاقيهم في مادة الرسم الأربع طرق الأربع طرق إنت لو ذكرت قالت كويس في الرسم محتاج بس الاحترافية إزاي ترسل لأنك هكون فاهم تتضرب بس مع زملائنا الأفاضل في المدرسين تمام؟ تمام طب يعني الأربع طرق دولت مهمين في المادتين صح يعني إنا لو ذكرتهم في المؤلد في الآلات ورسمتهم في الرسم درجاتك بسم الله ما شاء الله تيجي نشرحهم مع بعض على فكر في حاجات انت خدتها السنة اللي فات في سنة تانية بس هنعيدها لأنكم أفضل مالدين ولدنا ربنا يوفقكم تعالوا شوفوا مع بعض كده التغذية الخارجية التغذية الخارجية ودي حضراتكم عشان الرسمة ما تبقاش صعبة عليك قوي افتكر دائرة الدينامو بتاع العربية الدينامو بتاع العربية بيبدأ التشغيل عن طريق مين؟ أيوة عن طريق البطارية صاحب رب عليك مصدر خارجي عن المؤلد خالص مصدر خارجي عن المؤلد بجيب بطارية بجيب مؤلد الطائر مستمر أيا كان مالوش علاقة بخارج مؤلد الطائر مستمر ودي أحد عيوب باستخدمها في القدرات الصغيرة دينامو طائر مستمر وحطه وضعه على عمود الإدارة يخرج كهرباء بالنسبة لي وهنا الطريقة هي مؤلد مغزي عن طريق قطعات عضو التوحيدة هشوف مؤلد طائر مستمر طبعا بتحكم فيها عن طريق مقاومة بوصل أميتر وفولتاميتر عشنا عرف قيمة الطائر مستمر وقيمة فولت التوحيدة مستمر إلى ملفات العضو الثابت إلى ملفات الأقطاب لإنتاج مجال مغناطيسي ثابت ثم يعبر الثارة اللوية ليقطع ملفات المنتج فيوالد بيها قوة دفع كرابية أبتدي أخد الأطراف وغازي بيها السؤال هل مؤلد طائر مستمر له علاقة بقيمة خارجي هذا الكلام لا ليه؟ لأنه ثابت بالنسبة لي إلا إذا كنت أتحكم فيها عن طريق هذه المقاومة ولذلك تستخدم هذه الطريقة في القدرات الصغيرة والدليل على ذلك دينامو العربية قدرته أدئة بنور أربع خمس كشفات في العربية أو أربع خمس لومط دي الطريقة الأولى منها بالنسبة للتغذية الخارجية عيوب التغذية الخارجية نتيجة لكبر طيار التغذية في الموالدات الكبيرة يلزم عدد وجود كبير من الفرش على عضو التوحيد مما يزيد من متاعب صيانة ولذلك احنا قلنا في الشرح أنه بيستخدم في القدرات الصغيرة رقم 2 عجز عضو التوحيد للاستجابة للتغيرات المطلوبة من طيار التغذية طبقا لتغير الحمد ودي شرحنا قلنا ايه ان انا طيار التغذية ملوش علاقة بالخارج الاحمال زادت الاحمال قلت هو ملوش دي او خالص هو بيطلع لك الخمسين فولت بتوعه ودور اللي عنده طب الاحمال عندي على سبيل المثال انا عندي منور عشر لومط والمولد بتاعي عشر لومط جيت وانا شغال احتجت لمبتين تلاتة المفروض اعمل ايه ازود التغذية عشان يزيد الجهد لا ملوش علاقة بيه هو ده هتلاقي الضغط بتاعك ابتدا ولذلك وانا هم نشرح بقولك طيار التغذية هنا ليس له علاقة بخارج المولد هو بيدي لك الخمسين فولت بتاعه وخلاص ودي مشكلة لان فيه متغيرات في الحملة سواء بالزيادة او بالنقصان ودي اللي تلافه العيوب فيه الطرق اللي جاي تعالوا نشوف فقية عيوب التغذية الخارجية لا تتحقق فيها صلاحية الاعداء لمدة كبيرة من الدمن اذا تم تركيب المغزي على عمود او على نفس محور الدوران قد بالك انت تلاحظ ان الدينامو وانا بقولها بالوجهة النظر للعربية ليه الاتنين على اكس واحد الاكس هنا لابد يصنع بطريقة معينة ثانيا الاعطال بتاعتهم بتبقى كتيرة طيب الطريقة التانية اللي هي التغذية النفسية عشان اتكلم على التغذية النفسية فيه شرط لادم انحققوا ايه بربو عليكم بناتنا يعني صحيين او النهاردة تمام تمام بقول هنا انا عندي لما اجي اشرح هذا الكلام باجي بقول لحضرتك وانت مشغل التلفزيون وبتفرج علينا وجيت طفية التلفزيون ايه اللي بيحصل هل التلفزيون بيطع كاربا مرة واحدة ولا بيجمع الاضاءة اللي فيه طب نقربها شوي الراديو هو شغال الراديو هو شغال بتيجي تشيل الفيشة بتشيل الفيشة بيطع كلام ولا فيه كلمة بتستمر اه فيه كلمة كده ولا كلمتين اقول لك هنا المعدن المعدن احتفظ ببعض المجالات المغناطسية بنسميه احنا فيه الكاربا المغناطسية المتبقية توضحت شوية معنى ذلك ان اي قلب حديدي مر فيه كاربا بيحتفظ ببعض المجالات المغناطسية المتبقية اذا تم الفصل تمام تمام باستفاد ايه كده اقول لحضرتك تستفيد حضرتك خدتوها يعني شرحت هذا كلام فيه الصف التاني مغلد التوالي والتوازي والمركب ومغلد زود التغذية النفسية بشغل المغلد ساعة وبعدين اشياء فاضي هون تمام اقول له بعدين اقول له تعالى شغاله تاني بقى مش هغزي ليه اقول له بس شغاله فبيشغل المغلد ايه ده ده فيه كاربا طالعة اقول له اه لان الملفات احتفظت ببعض المجال المناطسي ليه متبقي صغير ابتالي المجال يشتغل طلع قوة دفعة كاربية ايه صغيرة باخد انا قوة دفعة كاربية صغيرة اعمل لها عملية توحيد اعمل لها عملية توحيد اغزي ملفات الاقطاب اصبحت ملفات الاقطاب كده ليها تغذية والملاشة اه ليها تبتلي قوة دفعة كاربية ايه تزيد ابتدي اخد منها جزء وغزي تاني مش فاهم نعيدها تاني انا عندي الموالد يشتغل قبل كده جبته دورت الموالد طبعا لابد من الامديرة احنا متفين على كده دورت الموالد بالالة المديرة ابتالى المجال المناطسي المتبقية يشتغل لما اشتغل طلع قوة دفعة كاربية ايه صغيرة بس مطرددة متفين خاصة انا قوة دفعة كاربية المترددة عملت لها عملية التوحيد وحدت من طيار متردد لطيار مستمر غزيت بيه غزيت بيه ده ملفات الاقطاب ما كانش ليها تغذية اقول لك كده غزيت بيها ملفات مين الاقطاب ولد مجال المناطسي ثابت القيمة والايه والاتجاه لانه موحد يبتدي يقطع ملفات المنتج واللي قوة دفعة كاربية زالت ولا ما زالتش زال صح يبقى اسمها التغذية ايه النفسية بالبلد كده منها فيها منها ايه تعالوا نشرح الكلام ده وايه الشرط اللي احنا قلناه في الشرح وحنلاقيه مكتوب ثانيا التغذية النفسية يشترط حتى جايبينه باللون لاحمر كده يشترط وجود مغناصمة طبقية في حديد الاقطاب تستخدم هذا النوع من التغذية في المولدات ذات القدرات الصغيرة وغالبا ما تكون من النوع ده المنتج الدائر حيث تكون الاقطاب الثابتة وده موجود وده اللي احنا بنقول عليه في المولدات بتاعة العربيات تعالوا نشوفها مع بعض كده الرسمة بتاعتها باز الشكل خد بالك كده ده منبع الطيار المتردد اللي هتاقض منه كاربة ودي ملفات المغازي وملفات المولد هنا طيار مستمر لتغذية ملفات مين الاقطاب ايه اللي حصل انا دورت المولد في هنا ايه اه في معنات سامة طبقية خرج منه جزء صغير جدا على قطاعات عضو التوحيد اه غزة ملفات الاقطاب تمام غزة جزء صغير قطع ملفات المنتج والد فيه ودفعه كاربية اتخذت عن طريق حلقات لانضراق الى منبع الطيار المتردد انا باخد من هذا المنبع الصغير جزء امرره على مين على الموحد وبالتالي الى ملفات الاقطاب وبالتالي بتبقى عملية منها فيه زي ما قلنا التغذية النفسية ثالثا التغذية المركبة التغذية المركبة تجمع ما بين الطريقتين طريقة ايه طريقة التغذية الخارجية وطريقة التغذية النفسية التطور الاول كان ده الواحد وده الواحد رقم اتنين منها فيها رقم تلاتة اخد الطريقتين مع بعض تغذية خارجية وتغذية نفسية في نفس الوقت تجمع ما بين الطريقتين طبعا الاولانين اللي هي التغذية النفسية والتغذية الخارجية قانوا بقدراتهم ايه صغيرة طب انا عايز مولدات اكبر عايز مولدات اكبر فقال لي خذ الطريقتين وصممهم مع بعض طب ايه العيب اللي كان في الطريقتين التانية قال لي الحمل كل ما زاد او قال طيارة تغزية ميروش دعوة هنا هتلاف هذا العيب هتلافه ازاي ان انا كل ما الحمل يزيد طيارة تغزية يزيد معاي عشان يعوض طب الحمل قال لي طيارة تغزية يبتدي ايه يقل عشان يعوض وابتدي كاربط ايش مفقودة قد تبالك هنا حساسية تغير ملفات الاقطاب الطيار ملفات الاقطاب لتغير نوع الاحمان سواء بالزيادة او بالنقصان تعالوا نشوف مع بعض دي كده الرسمة ونشرح عليه التغزية المركبة وتجمع هذه التغزية او الطريقة بين التغزية السابقة حيستجمع بين مميزات طريقتين من حساسية التغزية تبقا لتغيرات الحمل احنا شفنا الدور الكهربادي قبل كده اه شفناها في مادة الرسم جاب هو هنا ايه ركزوا بقا معنا كده ادي المولد الرئيسي المولد الرئيسي اهو وضع هنا محولات طيار مع مقامل التحكم في قيمة الجهد الخارج مع محول جهد متوصل نجمة ونجمة مع الموحدات قمطرة موحدات ثم الى ملفات اقطاب المغزي ركزوا معايا ملفات اقطاب المغزي يعني عندي مولد تار مستمر وادي ملفات الاقطاب الرئيسية ادي ملفات الاقطاب الرئيسية معنى ذلك ان انا عندي مولد مغزي مولد مغزي وعندي دائرة دائرة خارجية تانية طيب ايه اللي حصل قال لي حضرتك حتدور المولد المغزي في مغناطسامة وطبقية اللي ما فيش فيه صغيرة اللي بصغيرة صغيرة حينشأ مجال مغناطيس يسابط القيمة والاتجاه يعبر الصغيرة الهوائية براف ليقطع ملفات المنتج يولد قوة دفع كاربية متغيرة طيار متردد يمرر على محولات الطيار يرفع من قيمته شوي ثم الى المقاومة لو انا محتاج انه عالي اقلله ثم على محول الجهد يرفع من قيمة ثم الى الموحدات ليه الموحدات انا قلت هنا ينتج مجال مغناطيس يسابط القيمة والاتجاه من منبع مين؟ من مولد طيب المستمر نتيجة مغناطيسة طبقية الى ملفات الاقطاب ينشأ مجال مغناطيس يسابط القيمة والاتجاه صغير يقطع ملفات القوة دفع ملفات المنتج يولد قوة دفع كاربية مترددة الى محولات الطيار طيب المتردد الى المقاومة لو انا عايز اتحكم فيها الى محاول الجهد يرفع قيمة الخارج الى الموحدات هنا طيار متردد هيمر على الموحدات يتحول من موحد سيليكوني طيار متردد الى طيار مستمر اصبح قيمة الطيار مستمر هنا بقى له قيمة ولا ملوش له قيمة يمر الى ملفات اقطاب المغزة اللي هي كانت بدون قيمة في الاول ينشأ طيار هنا ايه مجال مغناطيس وقيمة يقطع الموحدات او موالد مستمر يطلع او ينتج مجال طيار مستمر وقيمة يبتدي يزيد القوة دفعة الملحوظة اللي هنا ايه الملحوظة اللي هنا ايه في عندي هنا لابد ان يكون موالد طيار مستمر في مغناطيسة متبقية ان اشتغل قبل كده طب في سؤال جالنا العام الماضي واللي قبل اشمعنا ست موحدات ليه ما حطناش تلت موحدات وخلاص دي في مادة الالكترنات القوة على فكرة في مادة التحكم التلت موحدات وهقول لك كده بطريقة ايه سهلة شوية التلت موحدات خلاص لو اديتهم ميت فولت طيار متردد ميت فولت طيار متردد هيخرجوا طيار مستمر ستة وسبعين فولت هي محسوبة على كده في التجربة بتاعتها ودي هتاخدوها في فد التحكم تلت موحدات طيار متردد اديتهم ميت فولت طيار متردد تاخدهم ستة وسبعين ايه ده ده القيمة قالت برافو عليك يا ابنه القيمة قالت ده انا هم اللي طلقين لعشرة فولت اقل ليه لهم ده المناصبة طبقية جزء صغير يا مصر اقول صح ولذلك حطينا كم واحد ست موحدات ست موحدات لو انا داخل للستة هنا ميت فولت اخدهم طيار مستمر موحد مية خمسة وتلاتين فولت اه كده القيمة زاد ده اللي عندي طليعة لصغيرة جدا من التخزية النفسية عشرة فولت لو مررتهم على ست موحدات خدتهم كام تلاتاشر فولت طيار مستمر عالقيمة زادت يقدر يشتغل هو ده دي الملحوظة اللي مش موجودة عندك بالنسبة لك في الرسم لو عندي تلات موحدات القيمة طيار التوحيد بتاعك بتقل لو حطيت ست موحدات القيمة بتاعتك الموحدة بتزيد وده موجودة في مادة مين الاكترونات القوة ومادة تحت عشان السؤال ده جلنا لعام الماضي واللي افضل اشمعنا طب ما نحط تلات موحدات ونخلص في الرسمة ماشي بس انت حضرتك لما تيجي تشتغل في الحالة عملية ما فيش حاجة اسمها اممكن احط تسعة واتنشر وزاود لا ده هي تجربة معملية معمولة وحضرتك هتدرسها في ليه في المعامل في المدارس الصناعي جميع المدارس الصناعي على مستقل جمهورية فيها معامل لفض وفيها معامل التحكم وده ممكن تشوفه فيم؟ طب الطريقة دي فيها ميزة اه ان كل ما الحمل يزاد التغير بتاعي مع طيار ملفات الاغذية حيزيد الاتنين مرتبطين مع بعض لذلك الحمل يزادك تغير التاغذية بيزيد القوة دفع كربية تزيد تعوض تغير الحمل والعكس صحيح طب ممكن استخدامها بالقدرات العالية اوي اقول لك لا هي لها قدرات معينة لاني عندي الموحدات ما تستحملش طب لو استحملت اقول لك بقى انت حاطت ايه هنا محاولات طيارة محاولات ايه جاد وكمان واضع مقاومة عشان اتحكم في قيمة طريق التغذية والتالي اتحكم في قيمة خارج المولد الرئيسي تمام ولا مش تمام تمام طب الطريقة دي كده كم طريقة تلات تغذية الخارجية تغذية النفسية التغذية المركبة طب حضرتك بقى مولد السد العالية قدرات عالية اقول لك تاخد التغذية او تشتغل مع التغذية بدون فرش تعالوا نشوفها مع بعض كده دي التغذية المركبة التغذية بدون فرش. هتلاقيها في اخر او في اول تلت دوار في مادة الرسم. شوف انا عملها اربط لك ما بين مادة الرسم ومادة الالات. اول ما تفتح كتاب الرسم تلت دائرة او رابعة دائرة هتلاقيها. وفي الالات موجودة في طرق التغذية. ايه رسمة كبيرة كده ليه? لا مش كبيرة ولا حاجة. احنا قلنا ايه? ايوا برفع عليكم الرموز. احنا لو شفتنا الرموز هنعرف الرسمة كلها. نفكها. مهما كان. فعلا. ده المولد الرئيسي. المولد الرئيسي يوم. ملفات العضو الثابت وملفات العضو الدائر بتاعته. وده مولد مغزي. ايه ده? الطيار ايه ده? اقول لك طيار مترد. طيار مترد دي ايه مش معنس. تلسه اقلت تغذية طيار السمير. اقول لحضرتك. لو تخليك معي اقولها لك شرحالك كده ازا بيقوله ايه? بالبلد. بعمل ايه? بعيد عن الرسمة خالصة. بعيد عن الرسمة خالصة. المولد الرئيسي بتاعي. مولد سد العاية. صح? تمام. مسلا مسلا خارجه مية كيلو فولتا امبير. بجيب مولد طيار متردد اخر. خارجه عشرة كيلو فولتا امبير. حاطر 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 حاطر. حقول طيار مستمر حاطر. مولد الرئيسي كان ميت كيلو فولتا امبير. والمولد طيار مستمر او مولد طيار متردد عشرة كيلو فولتا امبير. ده له ملفات اقطاب وده له ملفات اقطاب. تمام. هشغل المؤلد المغزي طير متردد اخد منه الخرج بس كم كيلو عشرة كيلو امرر خرج ايوا ولاد نصيحه برفض عليك امرر خرج المؤلد المغزي على مين على موحدات دائرة توحيد كاملة اغزي بيها مين ملفات الاقطاب المؤلد الرئيسي يبقى اخد خرج قد ايه كبير فعلا فعلا يبقى انا عملت ايه المؤلد الرئيسي مؤلد الصد العالي خرجه ميت كيلو انا عايز تغزيها كبيرة اقول له اجيب مؤلد طير متردد اخر بس انا منه مغزي بس خرجه عشرة كيلو او خمسة كيلو حاجة كبيرة شوية اغزي بيها قال لي لا تحط هنا دائرة ايه توحيد يبقى خرج طير ايه مستمر اغزي بيها ملفات الاقطاب الايه الرئيسية اخد الكارك تاني ارجع هنا بقى للمؤلد المغزي مؤلد المغزي ده طير ايه متردد له ملفات اقطاب عايزة تتغز صح اقول له اه عايزة تتغزي خرج المؤلد الرئيسي اخد منه جزء ومرره على موحدات اغزي بيه ملفات اقطاب المغزي ولذلك سمينها ايه التغذية بدون فرش مجموعة مؤلدات وموحدات وكونفرتات لان محاولات تحويل بحول الطائر متردد الى طائر مسامر دي ببساطة الفكرة اللي انت اول ما شفت الرسمة تخطيه بتاعه مؤلد رئيسي تحت منه مؤلد صغير والاتنين طائر متردد بشغل الدائرة الالة المديرة واخد خرج المؤلد المتردد اعمل له عملية ايه؟ توحيد وبعد التوحيد اديه المين؟ لملفات اقطاب المؤلد الرئيسي مؤلد الرئيس طلق يا رب اخد منه جزء اعمل له عملية ايه؟ منظم جوه دائرة توحيد اغزي بيه ملفات مين؟ اقطاب المغزي ببساطة جدا من الرسمة تعالوا نشوفها كده مع شاشتنا الجميلة جايبها ازاي؟ تعالوا التغزية بدون فرج ادي المؤلد الرئيسي وادي ملفات اقطاب وده المؤلد المغزي وادي ملفات اقطاب فيه هنا عندي ملفات تنظيم الجوهر ومقاومة تنظيم الجوهر ومنظم جوهر وموحدات ومحولات طيار وفيه هنا برضو ايضا محولات الجوهر ايبقى انا بشغل الالة المديرة تماما عن طريق مرانسام التبقية بياخد قوة دفع كهربية بسيطة بياخد منها الاجزاء هنا امرر على مين؟ الموحدات ونظم الجوهر سواء بزيادة او النقصات عن طريق السيروسر والترانزيسور الترانزيسور موجود عندك هنا اهو وابتدي غزي ملفات اقطاب المغزي ينشأ مجال مناطيس سابط القيمة والاتجاه يعبر الصغر اللوائي ليقطع ملفات اقطاب المؤلد المغزي ملفات المنتج اقطاب المؤلد المغزي يخرجين قوة دفع كهربية مترددة تمرر على الموحدات ليتوحد الطير المتردد الى طيار مستمر الى ملفات اقطاب المؤلد الرئيسي لينشأ مجال مناطيس سابط القيمة والاتجاه يعبر الصغر اللوائي ليقطع ملفات المنتج فيولد قوة دفع كهربية يؤخذ منها جدء من الخارج يمرر على موحدات تغزى به ملفات اقطاب المؤلد المغزي وهكذا مراحصوش حاجة مراحصوش حاجة ابناء وبناتنا الرسمة هنا فيها حاجة قلتها في الرسمة اللي فاتت الست موحدات الست موحدات سواء دير التوحيد المؤلد الرئيسي اللي هاخد منه غز ملفات اقطاب المؤلد المغزي او المؤلد المغزي نفسه عليه ست موحدات وده يدينا اضاح ان شغلت المؤلدات على التغزية النفسية التغزية الايه؟ النفسية لوجود المناطيسية المتبقية في ملفات الاقطاب مراحصوش حاجة مفيش تغزية خارجية هنا مفيش موالد خارجي صح؟ مفيش موالد خارجي انا شغلت المؤلدات قبل كده على التجربة مثلا خلاص؟ احتفظت الملفات والرقائب بمغنصة المتبقية ركبت دائرتي موالد الرئيسي المؤلد اللي هنا وبعدين حطت الموحدات هنا والموحدات هنا ومنظم الجوه اللي هو عن طريق ترانزيسر او سيروسر دارة المؤلدات الموالد المغازي فيه مناصية متبقية طلع لي قوة دفع كارابية حطت ست موحدات عشان تيكبر سينة غزيت ملفات الاقطاب بتاع الموالد الرئيسي ابتدأ يشتغل قوة دفع كارابية خدت منه جزء وروح تنزله على المنظم ابتدأ يزوده غزة ملفات اقطاب المغازي ابتدأت القوة دفع كارابية تزيد كده استخدمها فين؟ برابة عليك القدرات الايه؟ العاية انا التغزية هنا عندي عن طريق موالد ترمو تغير زو قدرة صغيرة بالنسبة لموالد الرئيسي ولكنه زو قيمة كبيرة بالنسبة لطيار التغزية بالنسبة لطيار الايه؟ التغزية ولذلك هذه الطريقة تستخدم في القدرات العالية دي التغزية بدون فرش هنقول هنا هنكمل تابع الموالدات التوافقية عشان نقول حاجة مهمة جدا وهنا هنبتدي ودايما قسم التركيبات الموالدات الكارابية في ميزة انه رياضيا بيكون عنده عالية شوية لانه بيحسب حسابات كتير كده نسبة السيليكون نسبة الجيرمانيوم قيمة القدفة الكارابية احسب قيمة القدفة الكارابية الناتجة من الموالد وعشان احسب قيمة القدفة الكارابية اللي هي اساس تركيب الموالد لازم اعرف اللي شاشتنا الجميلة طلعتها معامل الخطوة ومعامل التوزيع ومميزات وعيوب كل منه هنبدأ في معامل التوزيع وقبل ما نبدأ في معامل التوزيع يعني هنبينوا مع بعض وده دورنا تجاهك والشرح عرف معامل التوزيع مع ذكر الصورة الريادية له ثم اذكر مدايا وتوزيع الملفات للمجال هرجع مع حضراتكو لبداية الحلقة اللي فاتت اذا قطع موصل ساحة مراتيسية لو انا عندي عدة موصلات احط موصلات القدب الواحد في مجرى واحدة ولا وزعه حضرتك الشكل المتعرف عليه ان انت حضرتك بتوزع الاسلاك على عدد من المجاري لكن في الاول كان ايه احط الموصلات القدب الواحد في مجرى واحدة كان شكل الالة كبير جدا وكان هروب المناطيس بتاعها كبير جدا ولذلك استخدمنا او استبقى تكرم معامل التوزيع تعالوا شوف مع بعض معامل التوزيع معامل التوزيع هو النسبة بين محصلات المجموع الاتجاهي للقوة الدافعة الكارابية الاس المتولدة في موصلات الوجه الواحد الى المجموع الحسابي لها لهذه القوة اللي هي الاي اعلى معامل التوزيع المعادلة الرياضية الدي اف بيساوي محصلة القوة الاتجاهية القوة دفعة الكارابية على المجموع الحسابي لها في جانب واحد من الاسلاك عايزين نشوف المعادلة الرياضية بالرموز الدي اف بتساوي ودي هنقف عليها كتير شوية لان بقالنا كتير جدا ابناء لو بنات دايما يغلطوا فيها الدي اف بتساوي صين اسا الفا على اثنين على اس صين الفا على اثنين الدي اف احنا عملناه معامل التوزيع معامل التوزيع احنا قلنا بنوزع عدد الموصلات على عدد من المجاري وهنقول الايوب المميزات ليه وما لحضرتك قلت عنوها في كتير ليه المعادلة المعادلة ابنانا وبناتنا الصين بمعنى الجاه الاس لي عدد المجاري لكل قب تحت كل وجه تاني الاس هي عدد المجاري لكل قب تحت كل وجه اقول لكل وجه دا حتقول لكم الفا الزاوية بين كل مجرتين على خد بالك الاس هنا تحطت فين ودي مشكلة من كتر المذاكرة ودايما بنقابلها في امتحانات مع ابنانا وبناتنا تقال ليه شرط بالصين مع الصين والاس مع الاس يا اخواننا يا اخواننا احنا بنقولها وبنقولها تاني دا مجموع اتجاهي ودا مجموع حسابي لازم اصف اللي فوق كاملة واصف اللي تحت كاملة وبعدين ابتدي اشطط دا مع دا ناخد بالنا لان احنا بننبع عليها كل عام ومن احدى المعادلات المهمة جدا 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 في مادة الالات اخد بالي هنا صين اس الف على اتنين على اس صين الف على اتنين فيه فرق كبير جدا يا اخواننا في الاتنين ودا حيبان معانا في حلول المسائل تعالوا نشوف التعريف بتاعهم الكلام المميزات اولا لما قرب المواصلات من بعض تحسين شكل الموجة الجايبية للقوة الدفعة الكاربية المستنتجة رقم به سهولة فقد الحرارة الملفات بالاشعاع وعدم سكونة المنتج اخر حاجة اللي هي صغر حجم المجرى المميزات لمعامل التوزيع مهمة جدا وفيها نقطة يعني هي اشعاع حراري الاشعاع الحراري يا ابنان وبناتنا هنقولها لك كده بالطريقة بسيطة تعرف حاليك لما بتحط كباية الشاي وتسيبها تبرد ايه اللي بيحصل الهوى المحيط اللي حواليها بيبرد كباية الشاي بيبتشاع الحرارة في الهوى المحيط لما وضعنا وخبرانا عملوا ان توزيع المواصلات على عدد المجرى ما تحطلش في مجرى واحدة اصبحت الحرارة متوزعة على محيط محيط المنتج فكده الهوى يقدر يساعد في عملية التابع صغر حجم المجرى لان المجرى كانت بتبقى كبيرة جدا موضوع فيها مواصلات القطب بالكامل او الوجب الكامل لكن لما يكون متوزعة على عدد من المجرى السؤال اللي بعد كده او السيغة التانية بيحنا خدنا معامل التوزيع وخدنا المعادلة الرياضية لهم معامل الخطوة مع ذكر الصورة الرياضية لهم ليه بنلف الاقطاب على زاوية اقل من مية وتمانين درجة دي بس سيغة اللي احنا بنقولها يعني بنقولها بالشرح كده هتنتبهوا معايا قوي لان معامل الخطوة ومعامل التوزيع من العناصر يا معادلة قوة دفع الكربية وهنشرحها فيه ما بعد معامل الخطوة ومعامل التوزيع من العناصر المهمة جدا في امتحانات اخر العام معقولة اه لان احتمال يجيب لك مسائل فمعامل التوزيع معامل الخطوة معامل التوزيع احنا شرحناها ان احنا لازم نوزع عدد المواصلات للقب الواحد على عدد من مجاله احنا قلنا مميزاته ليه معامل الخطوة حضرتك واحد ان الاقطاب موضوع بالشكل ده مية وتمانين درجة ما بين كل قبين قاعدة حسب قانون فرداي فهعمل عملية حسابية صغيرة عشان اقرب وجهة النظر عشان تعرف معامل خطوة ليه اعملو كده حضرتك عندك مجرأ او عندك موالد 24 مجرأ ببسيطة كده موالد 24 مجرأ حطيت الاقطاب على زاوية 180 درجة شو مشكلة كده؟ طيب جيت ايسر فولت اللي طالع ليته 600 فولت اولا تاني موالد البقاء الشي مجرأ حطيت الاقطاب زاوية 180 درجة زي ما القانون قال جيت ايسر فولت ليته 600 فولت معنى ذلك 600 او سمتوم على ثلاثة يبقى 200 والثلاث اوجه او سمتوم على ثلاثة يبقى كل وجه بيديني كام 200 فولت تمام؟ تمام دي عملية كمان تجاريها اقول لك عليها دلوقتي عشان الناس اللي بشغل في السوق لما عملوا معامل خطوة عملوا ايه؟ قالوا المئة وتمانين طبعا زاوية محسوبة مش زاوية كده وخلاص اللي بتدرسه وبتتحسب لما قال له الزاوية القطبية بدل مئة مئة وتمانين قربوها شوية مئة وخمسين مئة واربعين مئة وتلاتين مئة حساباته اللي في الديزاينر الناس اللي بتصمم قال له قال له وعملوا ايه؟ شالوا تلت عدد المجاري بص ابنين يا سيمي اه هدينا ربعمية فولت يا سيد اوزبر شوية يا سيد اوزبر شالوا تلت عدد المجاري وفروا وفروا تلت عدد المجاري سلك وبرزبان وفاقي لما قللنا الزاوية القطبية اقل من مئة وتمانين وشلنا تلت عدد المجاري سلك وعازي تمام؟ جينا نقيسوا الفولت لانا خمسمائة وتسعين اه؟ اه خمسمائة وتسعين فولت بقى تلت عدد المجاري كان ضايع في عشر فولت بس مع ان كان المفروض يديني ميتين فولت اه مش بقول لحضرتك اصبر على التطوير وفهمه كويس لما كان المؤلد ستمائة فولت ووضع الأقطاب على زاوية مئة وتمانين مديني مثلا ستمائة فولت لما قللت معامل الخطوة قللت الزاوية القطبية بدل ما هي مئة وتمانين خلتها مئة واربعين مئة وستين ورفعت منها تلت عدد المجاري سلكه بريسبان اديتني خمسمائة وتسعين بولت تجاريا احنا قلنا الكلمة دي في بداية الحلقة اللي فاتت كفاءة عالية وتكلفة اقل تجاريا وكفاءة تاقد انهي لا استخدم معامل التوزيع ده انت وفرت لي تلت تلت تمن المؤلدات صح ودي اللي بيستخدموها في السوق يقول لك المؤلد اهو دينامو اهو ده هيدي لك ستمائة فولت بس التلت تلاف جنيه وده هيدي لك خمسمائة وخمسين فولت بقى الفين جنيه انت تشيل ده تاخد التيل معين انت فني كهربي اللي اتنين تقريبا حاجة ايه لحد اللي اتنين تقريبا حاجة ونفس الفولت بالتقريب بس يفرق تمن السلك والزيادة اللي غالي دوت فيه كمان مفاقية كتير نحن شوفناها قد ايه ابنائنا وبناتنا وصلنا معاكم لنهاية الحلقة خدنا ايه المهاردة ونذكروا مع الحلقة اللي فات خصائص الملفات الاقطاء الملفات المنتج قلناها خدنا طرق التغذية طرق التغذية لملفات الاقطاء بطيار مستمر خلاص اعرف للحصول على مجال مناطيس ثابت القيم والتقريب التغذية الخارجية التغذية النفسية التغذية المركبة والتغذية بدون فرش وقلنا بتستهدم في القدرات العالية كمان ابتدنا نشتغل في المعادلات معامل التوزيع وقلنا ليه وعيوبه ثم معامل الخطوة وإحنا شرحنا مثال مصال بسيط مصال بسيط أبنا لو بناتنا لكده نكون وصلنا لنهاية حرقة اليوم يا رب نكون أفدناكم وأسعدناكم وإلى اللقاء وبالتوفيق بإذن واحد أحد بإذن الله وإلى اللقاء في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته